أكد رئيس الجنوب إفريقي سيرل رامافوزا أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات الوقف التحريد على الإبادة الجماعية والسماح بوصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقال رامافوزا إن قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل ويجب احترامهم من قبل كل أعضاء معاهدة منع الإبادة الجماعية وأضف أن القرار يمثل سابقة في مساعى المجتمع الدولي لتحقيق العدالة في غزة نحن نقول مرة أخرى اليوم لن يتكرر هذا ولن نقبل أن تحدث أعمال الإبادة الجماعية وتتمكن من أن تفر من العدالة ومن العقوبة ونحن نؤمن أنه بعد هذا الحكم يجب أن يكون هناك الآن المزيد من الجهود المتصقة لتحقيق وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات على أساس حل إقامة الدولتين لتمكين إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب كدول مستقلة الفلسطينيون يتمكنوا كذلك من تحديد مصيرهم وكجنوب أفريقيا نحن نتقدم بالشكر لكل أعضاء المجتمع الدولي كان هناك ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم الذين دعموا هذه الدعوة بما في ذلك عددا من الدول التي أعلنت نيتها أن تنضم إلى هذه الدعوة التي قدمناها لمحكمة العدل الدولية ونحن لن نتخلى عن هذا الالتزام تجاه الشعب الفلسطيني شكرا